اخودي راشا. هاخد راشا. يا راشا. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد اذنك يا مدام زعانك بسأل الشيخ محمد سؤال بس بصير. طيب انا دلوقتي كنت يعني بسكر ربنا كتير وبستغفر ربنا كتير بنيت ان ربنا يعني ايه. اه كان بيقول قال الله تعالى يعني هو بيخسر الزنوب جميعا. نعم. لو قتان العبد بطراب ويش الارض كلها زنوب بيخسرها. طيب انا دلوقتي طمعت الشيخ بيقول معادة حقوق العباد. طبعا. يعني نحن بقول يا ده طيب دلوقتي الحكاية دي عندي تغيير التمام وخيفة يعني ربنا ما يخفر ليش حقوق العباد. فانا بستغفر ربنا وخفصة ما يجبنهاش من ممكن يقبضها يعني يا شيخ محمد. ايوة حق مين? انت واكلة حق لحد? او لا. مش القصد يعني ايه. شتى امتحاد. اه. التريقة على حد. وانا قبل ما اتجاوز. فدلوقتي انا افتكرت بحاجات دي. فانا بستغفر ربنا لما بفتكرها. اه. فدلوقتي يعني الشيخ محمد بيقول لا لازم تقف على كنصرات المظالم وانت سامحك سامحك. اه. ما سامحكيش خلاق. انت مش فاكرة يعني? لا مش فاكرة. انا مش فاهمة ايه حويت بتعملي كده ليه? لا يعني احنا كنا طلبة لسه كلية طبعا يعني ومكنش عارفوه. وكنتش يعني اعرف دلوقتي الواحد عب يصلي ويعرف يتقرب الى ربنا عن طريق الجيديوهات متعرف على زين بتاعه اكتر واكتر. طيب. يعني كده خلاص ايه يعني الايجابة بسبب سانة معمديش يعني مش بسمع تلفزيون هنحاسمع الايجابة من العمل. ده بسمع. اسمع خليك خلوها كده تسمع الايجابة من فضلت الشي. صلي على الحبيب. ماشي. صلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام. اما اعمل كده يعني يا سكوتي. حضرتك سألت سؤال ما يجس ان احنا نسأله. اللي هو. حق مين? عباد مين منش دعوة. اه. خلي بالكم. انا بقول لك ليه الكرام ده. لما جا فطفت معاك انا ازنبت. ما تقوليش عملت ايه. لان ده اسمع. تتبع العورة وفتح. وفتح السطر. السطر انت حق الاباة. احنا نتتبع عورات كتيرة وان احنا بنسأل طول الوقت. لا. اسأل مع دعائي احنا بسأل طول الوقت. بسأل على راسك. علشان. علشان نفتح يعني الموضوع. حلو. حلو. في امور جميلة احنا بنتعلم اهو. في امور حضرتك اسألي فيها. نفتحي فيها. ونقرف الشيخ فيها زي ما انت عايزة. والمشاهدين يقولولك اسكتي. ويقولولك لا انت بتتكلمي بالسنة. زي ما قالولك كده في مكان كنا فيه سوا. انت اللي بتتكلمي بالسنة. وانت اللي بتطلع الكلام الحلو اللي احنا عايزين نقوله حلو. لكن في امور لازم نسكت فيها. لما يجيني حد يقولي انا اذنبت ما اقولوش نوع اذنب ايه. انما انا كرجل شيخ او الست دعاء بحكم انه شغالة في البرامج الدنيا. وعايزة تقولي. هتقوله شكرا وتسكت وتقفل الهاتف. وبعدين تجاوب زي ما هقولك كده. هتقولي لا يا ست البنات يا ست الستات. ابشري بمغفرة من الله سبحانه وتعالى. والحقوق نوعا. حق الله سبحانه وتعالى عفى فيه وسامح. كمان. حق العباد لا عفو فيه ولا مسامحة الا ان يعفوه العبد. طب هي بتقولك انا مش عارفة العبادة الدول اللي قد اكون خط في اعراضهم او اكون شتمتهم او اكون عملت او او الاخري. فقول لها رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استقره عليه. بس النبي صلى الله عليه وسلم ادانا عليك تاني. ايه هو العلاج? ان انت كل يوم مع الاستغفار والذنب تقول له يا رب اغفر لكل اصحاب الحقوق علينا. يا رب اغفر لكل من خطه في عرضه. يا رب اغفر لكل من له حق علي. يا رب اغفر لكل من له دين علي. ده علاج. النبي صلى الله عليه وسلم علمهن لامرين. الامر الاول واحد ليه علي حق ومش عارف اه ادهوله او واحد صنع في معروف مش عارف اكفء ومن صنع فيكم معروفا فكافئوه. فان لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى ترون انكم قد كافأتموه او كما قال صلى الله عليه وسلم. فحضرتك لا كل اعمالك ان شاء الله متقبلة وابشري بتوبة مقبولة من الله سبحانه وتعالى. اوعد. اوعد سادة المشاهدين. انا بقول اوعد. اوعد واحد اسمه لك وربنا مش هيقبه. انا حاسس ان ربنا مش هيقبه. انا حاسس ان ربنا مش هيقبه. لا يا حبيبي. قل ربنا وفأك. للتوبة يبقى هو حبك. وهو اللي تاب عليك. ثم تاب عليهم ليتوبوا. لولا ان الله اعطاك لاغضر بالتوبة. لولا انك تبت واشتباك واصطفاك. والهمك الكلمات التي تستغفر بها وتتوب. فأبشر ولا تحزن وأبشري ولا تحزني. نرجع تاني. نرجع. يلا. الايات اللي معنا. الايات اللي معنا ربنا سبحانه وتعالى بيكلم كل الناس. كل واحد مغطر بقوته. كل واحد مغطر بسلطانه. كل واحد مغطر بماله. كل واحد مغطر بجاه. ربنا بقول كده. في كده القوة السماء. بص كده العظمة الارض. هذه القوة كلها يوم القيامة تتمدل وتنهار. دي القوة اللي انت بتشوفها. قوة شامخة. فما بالك انت انسان ضعيف. هو يعني انتم اشد خلقا. اه. يعني ايه. يعني انتم احسن يعني. لا. اشد قوة. اه. اشد خلقا. ولا السمك. اشد قوة ولا السماء. اتفاعها. اتفاعها. اه. رفع سمكها. اه. كل سم لها سمك. اه. وليه سمكها مش سمكها. اه. ما هو دي لغة. مش دي لغة عربية. خلي بالك. وبعدين بين كل سماء وسماء قالوا مسيرة خمسمائة عام. وسمك السماء وحدها مسيرة خمسمائة عام. خلي بالك. لما تشوفي هذا الكون الهائل الفسيح. ويوم القيامة ربنا يبدله. ويوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى. الجبال. انت بتشوف عظمتها دي. والجرارات. عشان نيجي نستصلح طريق. ولا نفتح طريق. ده احنا محتاجين مليارات. علشان نجيب معدات. خلي بالك. فربنا سبحانه وتعالى. بيحكي لك عن يوم القيامة. ويسألونك عن الجبال. فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. تخيلوا كده. ده إنذر من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقولك. انت ماني آدم. يا مسكين. يلي انت بتعصي ربنا سبحانه وتعالى. ومش متخيل المعصية دي. ممكن تعمل فيك ايه. خلي بالك. لأنك انت إنسان ضعيف قوي. ربنا ادك حقيقتك في صورة الحج. في آخر صفحة قال ايه. وإن يسلبهم الزباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. هي دي الحقيقة. هي دي حقيقة. فإذا كنت واكل المال ارجعه. إذا كنت حضرتك خط في عرض. يلا بسرعة استسمح صاحبه. انت هتيجي أحسن من النبي. خلي بالك. ربنا بيقول ايه. يوم يتذكر الإنسان. مساعة. مساعة. مساعة.